إنما تبقاش العبادات شكلية العلماء أنه يقولوا كذا أن القيام المراد من القيام القنوت والمراد من الركوع التعظيم والمراد من السجود الخضوع والذل يعني فإذا خلت الأركان من هذه المعاني لم يكن للإنسان صلاة كانك خشبة تقوم وتقع يبقى إذا خل خيامك من قنوت ركوعك من تعظيم سجودك من خضوع يبقى أنت ما صلتش عشان كده لما نقول بقى إن الصلاتة تنهى عن الفحشة والمنكر وتلاقي الصلاة ما نهاتك لأنك ما صلتش ما صلتش الصلاة المطلوبة تاني منزلة وأنا كتبتها فأيها عشان هو طالع لما صيحي طلح أول درجة بعد ما صيحي يطلع تاني درجة بنقول إيه كتير إن فيه ناس بتتيقظ وبعدين ينام تاني ما بيكملش اللي ربنا بيكرمه اللي تيقظ بنزعاج القلب يطلع للدرجة التانية اللي هي اسمها الفكرة المنزلة التانية اسمها ايه؟ الفكرة الفكرة دي في ثلاث حاجات الإنسان أول ما يصحى من النوم بيعمل ايه؟ بيفكر بيقعد دقتين كده على الحرف السرير ويفكر هيعمل ايه النهاردة؟ الفكرة بتاعة اليقظة دي بقى إنه هو يفكر في ثلاث حاجات أول حاجة أسماء الله وصفاته ودي اللي هي بتسمع معرفة الله وحبه يبقى الإنسان أول ما يصحى يتأخذ وقف قلبه قلبه يقوم اتنين يفكر يفكر أول حاجة في أسماء الله وصفاته إما يعرف ربنا اللي هي بتسمع معرفة الله يعرف ربنا بقى وزي ما قلت كتير يا جماعة وفهموني وركزوا معايا إن معرفة الله مش إننا مجرد إننا نحفظ الأسماء وأسماء الله الحسنة مش مجرد إننا نعرف توحيد ربوبية وتوحيد قلوية وتوحيد أسماء وصفاته لأ إن الحاجات دي تبان في مواقف الحياة بحيث إنك تحس إنك تقول عرفت الله في المواقف أما تيجي تفجأك مصيبة وتقول يا رب يا رب ما ليس غيرك أبت واصحة في خيرك ما تحوجنش لغيرك وربنا يفرجها بطريقة أنك أنت تتعجب ألا عدت الزيدي فساعتها تقول عرفت الله عرفت الله عرفت الله إن نواصل خلق في يدي عرفت الله إن إجراء المقادير بيده عرفت الله أن مقادير الكون كله بيده عرفت الله أنه قادر على المستحيل بدون أسباب إيه اللي بيعرفك ده المواقف المواقف نكتب عرفت اللي عرف ربنا في المواقف ده هو بقى اللي بيعيش مع الله يبقى أنه بلا واحد مع التفكر في أسماء الله وصفاته نمر اثنين التفكر في لطائف يسموه كده لطائف الصنعة لطائف الصنعة التفكر في لطائف الصنعة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرونه في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار قوله آمين آمين التفكر في لطائف الصنعة احنا قلنا التفكر في أسماء الله صفاته يسمر معرفة الله وحب التفكر في لطائف الصنعة يقوله بيعمل ايه بقى هذا بيقوله عليه كده يسقي بذر الحكمة إن الإنسان بقى هيتسم أول ما يتفكر في لطائف الصنعة بالحكمة إن ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى قال ايه خلق السماوات والأرض في ستة أيام فتتعلم من النظر في السماء الحكمة من النظر إلى زي مول كده وانت خارج ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى أمرنا قبل الأكل بالتفكر ربنا قال لنا ايه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه قبل ما يقول لنا كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفه فالنظر إنك انت تبص للأكل اللي انت بتأكله قبل ما تأكل إنك انت تبص الزهرة قبلتك ورأة قبلتك سبحان الله هي دي كلمة سبحان الله تطلع من قلبك فتتعلم من صنع الله الحكمة الحكمة بنقول ايه سبحان الله العظيم في التفكر في خلق الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون إن ربنا جل جلاله جعل الإنسان لما يضع النطفة في رحم المرأة وتلقح مع البويضة قال ايه تنقسم 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 ومجموعة الخلايا دي تعمل عين ومجموعة الخلايا دي تعمل أنف ومجموعة الخلايا دي تعمل فم ومجموعة الخلايا دي تعمل قلب ومجموعة الخلايا دي تعمل رجل الخلايا بتقسم نفسها العلماء بينبهروا ان مجموعة الخلايا دي اللي بتصنع عين تعمله عين تشبه ابوه امه او عماته وخالاته او عمامه واخواله ان المجموعة دي اللي بتعمل عين تعمل عين انسان مش عين بقرة ولا قرد ان المجموعة اللي بتعمل عين تعمل العين دي هنا في مكانها في الرأس هنا مش بطنه ولا في رجله اهي دي كلمة سبحان الله بس ساعتها هتطلع هتطلع بقى بالتأثر المطلوب اللي احنا بنسميه الحال تعمله حال اثناء هذا التسبيح يبقى الفكرة نمر واحد في اسماء الله وصفاته اثنين في لطائف الصنعة ثلاثة في معاني الاعمال والاحوال معاني الاعمال والاحوال ان الانسان لما بيفكر بقى في اسماء الله وصفاته ويعرف ربنا ويفكر في لطائف الصنعة ويبقى عنده حكمة ومن يؤتى الحكمة فقد قوتي خيرا كثيرا يبدأ يفكر في معاني الاعمال والاحوال ان يبقى بيفكر في قضية الصلاة الركوع ومنسبة التسبيح للركوع سبحان ربية العظيم ومنسبة التسبيح في السجود سبحان ربية الاعلى الاعلى هو ده انك تفهم انت بتعمل ايه اللي هي بنقو عليه فهم اسرار العبادات ان ما تبقاش العبادات شكلية العلماء انها يقولوا كده ان القيام المراد من القيام القنوت والمراد من الركوع التعظيم والمراد من السجود الخضوع والذل يعني فاذا خلت الاركان من هذه المعاني لم يكن للانسان صلاة كانك خشبة تقوم وتقع يبقى اذا خل قيامك من قنوت ركوعك من تعظيم سجودك من خضوع يبقى انت ما صلتش عشان كده لما نقول بقى ان الصلاتة تنهى عن الفحشة والمنكر وتلاقي الصلاة ما نهاتك لانك ما صلتش ما صلتش الصلاة المطلوبة ما صلتش